اه مساء الخير عمين ايه? اه رب دايما تكونوا قويسين. اه وحشتونا كتير خالص. اه طبعا الوزارة حريصة جدا ان احنا لازم نكمل الدراسة بتاعتنا اه حتى احنا في البيت. فمطلوب دلوقتي مجينا كلنا ان احنا نساعد بعض ونشارك بعض. اه ويريد كلنا نهتم بالموضوع ده. اه الوزارة كان حريصة جدا ان احنا نكمل الدراسة بتاعتنا. في شوية حيات كده النهاردة انا هعلمكم ازي ازي نستعملها ونستخدمها. اه فياريت تركزوا معايا. اه اول حقيقة لازم كلنا اه الفترة دي ندخل على التطبيق اه بصفة متواصلة. كده احنا كده كده احنا يعني في البيت يعني مش بنعمل حقيقة. اه فياريت كلنا ندخل اه ع التطبيق نتواصل مع المعلمين وانتابع معهم اول باول. اه اول حقيقة اه لازم كلنا نخش على التطبيق. تمام? اه كلنا ندخل على الرسالة او المسيجات اللي وصلت لنا. اه اه مسلا هنا اه وليل امر معها طفلين. فاوسطلوا رسالتين. اه مكتوب فيها. في اطار توجهها وزارة التربية والتعليم. بكزا كزا كزا. المهم مكتوب فيها الايميل والباسور. اطار الايميل والباسور ده ايه ده اه ايميل للطالب نفسه مش ايميل وليل امر. يعني احنا دلوقتي اه في اه في ايميل للطالب نفسه او يعني حساب للطالب نفسه يقدر يخش به ويتابع به الحيات اللي بينزلها المعلم. طيب اه ازاي انا اه اقدر اه ادخل اه ركزوا معي في الخطوة المهمة دي. اه ده مش عبارة عن تطبيق لا ده عبارة عن صفحة ويب. يعني انا هدخل عن المتصفح بتاعي. اه جوجل مسلا. اه وهكتب وينجو جو. تمام? اهي. وينجو جو. تمام يا جمعة? اهي. اول ما هخش. شكلها كده بالزق. تمام? عند الوقتي هخش بايميل الطالب. هرجع تاني للمسيج اللي وصلتلي اه في الرسائل. اه يعني هنا اه الطفل ممكن اخوش هالطفل. اه اسمه مالك اه اللي بتاعه مالك زيرو اه 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 سبعة سبعة ثلاثة. اه اه يبتليني طيب. نشوف تاني تكت تاني. وطبعا الباسورد الموحد اللي هو زي ما مكتوب في المسيج بتاعتنا. اي كابتال بي سي. اندرسكور وان تو سري. اي كابتال بي سي. اي اه او ما يخش معنا هيطلب مني ان احنا نغير الباسورد. ياريت كله يدوز يعني فيه الناس كتير بيتنزل الباسورد. فياريت ما حدش غير الباسورد دلوقتي خالص. عشان اه نقدرش اه عشان الشركة مجهولة جدا. فما عشان اكلفهم من هما يرجعوا لي باسورد تاني. اه اه او ما فتحت اه ايميل الطالب. اقناة الطالب. اه اتفتح معي المقررات اللي موجودة. المقررات العادية خالص. مسلا اه انا هخش على مقرر عربي ها. هدخل على البلان. الخطة هنا. دي الخطة اللي نزلها لي اهو. كل ده. اي حاب ممكن ان نزلها ايه. اهو ده كل ده نازل. ممكن اخش على مقرر الطبيعة. شوف الانشاطة المهلي. دي. هان دي باسي انتبع. اهو. دي. اقدر اكتع الصورة. دي. اقدر افتح افتح. دي. اقدر افتح افتح. دي. اقدر افتح افتح. وهو زي الشيط اللي قدامنا ده بغام يتولوه وبينزم نزل اهو وبعد رفتها عادي قتع معنا الشيط اهو ادخل مع القرى الانجليش ادخل بلاند ادخل الخطر من الزرع يشوف المفهومين اهو زي الشيطن اهو زي الشيطن جزي الصور للدن ايه طبعا لو الواجهة التطبيق بايجسن احسنت غيرها سهلة جدا ندوس على الترشيرات تمام ننجدها نقف على العددات نغير البغم نتعب ندوس الماعدة ندوس ترى الشهورة دي. طيب انا عز اخش على حقيقة اسمع المجموعة. المجموعة دي لسه احنا عاملينها. ان شاء الله من يوم الحد هنشوف فيها حيات كتير نزلة. بيطفل عليها كده. تمام? بخش على المجموعة المكتوب فيها يعني مسلا اه الطالب ده في فصل كيشتو بي. فانا هنخش عليها. اه بينزل لي مسلا اه الحائط او الغول بينزل لي فيه حيات بينزل على المعلم. والموارد اه بيبقى فيها مفاقم جلادات والصور. تمام? الاحديس برضو بقدر اتابع الاحديس اللي بتنزل. وممكن انا برضو آآ انازل حيات على حالة دبطل مسلا آآ اللي انا عايز مسلا اهلا مسلا. وادوس اضاف مشاركة. كده مالك اهو نزل. آآ اه اه ممكن انازل الملف لو انا مسلا آآ المعلمة او المعلم آآ آآ نزل لي شيت فانا حليته وعرض ابعته للمعلم بتاعه اه طبعا بحله وكون مجاهزه. طبس انشاء مجلد وبكتب اسمي مسلا مالك. وادخل عليها. هدون اضافة محتوى. وادوس ملف. اختار ملف. اختار الملف. اختار الفائل. اختار الصور او الفائل كلمانه. اختار الملف. اختار ملك وامل. او انا حلت نشاط رقم واحد او حل نشاط رقم واحد او حل نشاط رقم واحد تماما ما جمس اضافة تماما كده هوا ما لك نزل هو حل اول شيء اه طب لا انا انا عاوز اغير انا عاوز اامسحول اترى شرطية يجوم حزف اا اا عازات اضيف الملقي بخالي بفضل. اضيف حتى راشورة دي. بشتاعدين. اه مفيش مكنين انا احدها. في الصور ممكن اضيف صورة او اضيفة الابوم. او ممكن اعمل الابوم وسلمني باسم الطالب. وانزل في الحياة بتاعته. اه طبعا ممكن المعلم يتكلمني عطول بطفع المسيزات هنا بسيز المحبسات. اه ده كل حاليا احنا لازم نتعلمه لو في اي مشكلة اضيفتنا. اه بنبعث الادارة. يعني لو في ناس ما وستهمش المسيز اللي فيها الاميل والباسورد بنبعث الادارة وهي الادارة هتبلغني وانا ارد عليك العقوب. شكرا خاص.